نعود مرة أخرى إلى الاستعدادات الجارية بشأن الدورة الحادية وثلاثين للقمة العربية حيث وصل السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي إلى الجزائر وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الجزائر مراسل التلفزيون المصري علاء رشوان علاء بعد التحية لك أن تطلعنا على تفاصيل الاستعدادات للقمة العربية وما تتناوله من ملفات وبشكل خاص أيضا وصول السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي منذ قليل إلى الجزائر تحياتي إليك يا ريهام أبدأ من حيث من تهنتي بالفعل السيد الرئيس كما تابعنا وصول سيادتي بمطار هواري بومدين كان في استقبال سيادتي الرئيس الجزائري لتعقد جلسة مباحثات سريعة باستراحة كبار الزوار بالمطار من المنتظر أن تستكمل بعد أقل من ساعتين لدى تعاقب توافد وصول القادة والرؤساء والزعماء العرب لتوافد على قاعة المؤتمرات التي نحدثكم منها عودة إلى سؤالك حول جدول الأعمال جدول الأعمال تابعنا منذ خمسة أيام ابتداء باجتماعات كبار المسؤولين في المجلسين الاقتصادية والاجتماعية التابعين لجماعة الدول العربية ومن ثم الاجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين وانتهاء باجتماعات تشاورية وتحضيرية لوزراء خارجية دول مجلس الجامعة انتهت أمس باجتماع التشاوري تم وضع لمسات النهية على جدول أعمال القمة الذي من المفترض أن يعرض على السادة القادة والرؤساء والزعماء العرب في قمتهم التي تبدأ اليوم بعد أقل من أربع ساعات وتنتهي ظهر غدا إن شاء الله أبرز ما وصل إلينا من مصادر التلفزيون المصرية أن هذا الجدول الذي سوف يبلور في شكل إعلان الجزائر سوف يتضمن ما بين 19 إلى 24 بند هذه البنود تتناول وتتضمن تفعيل أطر التعاون العربي العربي للتعامل والتفاعل مع القضايا الملحة التي باتت تهدد الأمن العربي سواء الأمن الغذائي أو الأمن بشكل عام أولى هذه البنودة في عجالة هو التأكيد على القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب المركزية البيان أو إعلان الجزائر سوف يدعو إلى إحياء مبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002 والتأكيد على الحقوق العربية دعوة الأمم المتحدة إلى تحويل عضوية فلسطين إلى عضوية كاملة ليس فقط كمراقب في اجتماعات وفعليات الأمم المتحدة التأكيد على أن الأمن المائي هو أحد أهم مرتكزات الأمن القومي العربي هناك مقترح قدماته كل من القاهرة والخرطوم سوف يتم تبنيه في هذه القمة وفي إعلان الجزائر يدور حول قضية سد النهضة والتأكيد على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان هناك أيضا قرار جديد من نوعه لم تتطرق إليه القمة العربية السابقة وهو تفعيل الدور الحيوي والهام لمنظمات المجتمع المدني للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات في مواجهة التحديات خاصة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد ليس فقط العالم العربي وإنما مناطق متفرقة من العالم على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وأيضا التدعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية هناك أيضا تأكيد في هذا البيان على رفض التدخلات السافرة في الشؤون العربية وفي إشارة واضحة إلى كل من إيران وتركيا لتدخلهما في اليمن وليبيا هناك تأكيد على أن المصار السياسي الليبي لا بد أن يكون هو المصار الذي يضمن خروجا آمنا من الأزمة التي دخلت إليها الليبيا منذ سنوات وأيضا التأكيد على أهمية حالة الأزمات في كل من سوريا اليمن لبنان بطريقة تضمن مقدرات الشعوب العربية وهناك دعم عربي لكل هذه الدول في تجاوز هذه الأزمات سواء السياسية أو الاقتصادية منها في بادرة جديدة أيضا التأكيد على أن الأمن الغذائي هو أحد أهم كما أشرنا مرتكزات الأمن القومي العربي هناك تبني لقرارات لتقديم الدعم الفني والمالي والغذائي للدول تأثرت وبشدة خلال فترة جائحة كورونا وما بعد كورونا مثل الصومال موريتانيا السودان وجيبوتي هناك أيضا تأكيد على أهمية اطلاع المجتمع العربي ومواصلة التعاون المستمر مع أطراف دولية فاعلة في مواجهة قضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب هناك أيضا تبني دور القطاع الخاص في إقرار عمليات التنمية المستدامة في كل دول إفريقيا الجانب الاقتصادي بشكل عام كما ورد إلينا عبر مصادرنا سوف يحتل جزءا كبيرا من إعلان الجزائر تصريحات متعقبة من السياسة الخارجية الجزائرية السيد رمطان العمامرة كان له تصريح هام أمس عندما أكد أن هذه القمة سوف تخرج بقرارات وصفها بين قوسين قرارات استراتيجية تتعرض لكل مناحي العمل العربي العربي المشترك سواء على الصحيح السياسي الاقتصادي والاجتماعي وأكد أن هذه القمة والمجتمعون طوال الإسبوع الماضي قرروا تجاوز قمة تونس والانتهاء والبداية من حيث انتهت إليه قمة تونس وأكد أن قرارات القمة السابقة قرارات الدورة العادية رقم 30 سوف تدخل إلى حيث النفاذ ولن يتم تطرق إليها باعتبار أنه تم الاتفاق عليها عربيا خلال القمة السابقة وقال سنبدأ من حيث منتهت قمة تونس لننطلق إلى أفاق أرحى في العمل العربي العربي المشترك على كافة الأصعدة في عجلة أيضا ريهام في إشارة سريعة أقل من أربعة ساعات بتوقيت القهرة سوف تنطلق الجلسة الافتتاحية بحضور كل من حضر من زعماء ورؤساء وقادت وممثلوا الدول العربية لتلتائم الجلسة الافتتاحية يتم خلالها هي جلسة إجرائية بروتوكولية يتم تسليم قيادة ودفة العمل العربي المشترك من الرئاسة الحالية رئاسة الدورة الثلاثين برئاسة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الرئاسة الدورية القادمة برئاسة الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون سوف يتسلم رئيس العمل العربي المشترك سوف يكون للرئيسين كلمة لكل منهما في الجلسة الافتتاحية ومن بعدهما سوف يلقي من عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيت كلمة الجامعة لترفع الجلسة الافتتاحية في استراحة تعادل تلتائم من جديد ولكن مغلقة تنتهي جلسة المغلقة ليتم دعوة كل الرؤساء والوفود ورؤساء الوفود المشاركين إلى عشاء رسمي يقيمه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون غدا سوف تلتائم مجددا الجلسة التشاورية الأولى في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا تعقبها جلسة مغلقة تعقبها جلسة ثالثة تشاورية أيضا معلنة ومفتوحة وأخرى رابعة ولكن سوف تكون مغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على إعلان الجزائر الذي سوف يخرج للنور في مؤتمر صحفي سوف يقوم بتلاوته وزير خارجية دولة الجزائر مطان العمامرة ويقوم السيد أحمد أبو الغيت أيضا بالرد على أسئلة الصحفين في هذا المؤتمر الصحفي لقمة وصفت من قبل كل المشاركين على المستوى الرسمي بأنها قمة لم الشامل العربية التي تأتي بعد انقطاع لمدة ثلاث سنوات ونصف بسبب تدعيات جائحة كورونا وما بعد كورونا الجميع يعلق على هذه القمة الكثير من الأمان لتحقيق طموحات الشعوب العربية نحو الاستقرار والأمن والرخاء سواء على المستوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي والاستقافي أيضا أشكرك جزيل الشكر على هذه التعطية الوافية مراسل التلفزيون المصري على أرشون شكرا جزيلا على هذه المشاركة